جزاكم الله خير وأحسن إليكم يتحدث أيضاً ويسأل شيخ صالح عن قراءة القرآن الكريم في يوم وفاة المتوفى وأيضاً من الاستمرار في ذلك لمدة ثلاثة أيام والذبح أيضاً خلال تلكم الأيام ويسأل فلولتكم التوجيه عن تلكم البدع في الجناز جزاكم الله خير وأحسن إليكم هذه بدع ما ينجل الله بها من سلطان قراءة القرآن على وفاة ميت وجمع المقريين واستئجار المقريين وعمل السرادقات والاحتفالات وصنعة الطعام كل هذا من البدع ومن الآثار التي تكلف المسلمين وتشوق عليهم فقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام إلى المياحة فكل هذه الأمور بدع يا أنزل الله بها من سلطان